السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدة اليوم الاخوان اكين واحد الخبر اللي اغضب المغالبة وهو التعدل الحكمي يطال السيد ناصر بوريطا بقو معي الاخوان شوفوا حقيقة هذا الخبر واش خبر صحيح ام لا ولكن قبل ما نبدأ وكانتمنى ومنكم انكم دعمونا باللايك بالبارتاج وكذلك بالاشتراك اما بالنسبة المتتبعين الاوفياء فكنشكركم بزاف للدعم دلكم المتواصل كنشكركم بزاف للتعليق دلكم المتواصلة اللي كتخلينا واحد البصمة راقية على قناتكم المتواضعة عالم اسكا ودائما احنا مستمرين في القضية المقبسة عن الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء او في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة الله قد ندخل الصور بالموضوع اخواني اخواتي كما كتعرفوا وكما كعرف الجميع ان هاد الايام ما كنش حديث من غير التعديل الحكومي ليش هادات الحكومة المغربية الحالية ومن ضمن التعديلات والخبر اللي كيروج له بعد المناب الاعلامية او وسائل الاعلامية على ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمة بالخارج حتى هي كي نعظم الوزارات المتدول في شأنها التعديل الحكومي المرتقب كذلك اضافت ان كان واحد الاسم ديال السياسي بارز منحدر من الاقليم الجانوبية الصحراوية المغربية وكيروجه بقوة ان هاد وكيروجه بقوة يعني هاد وسائل الاعلام والمنابل الاعلامية هاد السياسي البارز المنحدر من الاقليم الجانوبية الصحراوية المغربية على خلافة السيد ناصر بوريطة على رأس دبلوماسية الشؤون الخارجية للمملكة المغربية اذا على حساب هاد الخابر السيد ناصر بوريطة هاد يتم التبديل دياله وغاد يتم خلفوه بهاد سياسي البارز اللي اقول لكم من هو من الاقليم الجانوبية الصحراوية حد الان هري هي المعلومات اللي كتوجه في الساحة الاعلامية ماذكروش الاسم ديال هاد السياسي البارز وهذه وسائل الإعلام لروجة هذا الخبر وضحت أن التعيين لهذا الوزير من الأقاليم أو يعني هذا السياسي من الأقاليم الجنوبية الصحرية المغربية غد يعطي واحد زخم إضافي للقضية الوطنية للصحراء المغربية فضلاً على المكانة الخاصة والمحورية في شأن ديبلوماسية للمملكة المغربية في ملف الصحراء المغربية هذا الخبر اللي نزل كالساحقة على المغاربة بحيث نوض واحد الموجة ديال الغضب عند المغربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحكم أن الوزير سيد ناصر بوريطا ما شاء الله عليه الكافأة دياله عالية في تستبير الشؤون الدبلوماسية يعني عنده تنفيذ دقيق وصارم للتعليمات الملكية في تصريف الدبلوماسية الملكية على وجه الأكمل في انتظار الإخوان حسم تشكيل الحكومة أو تشكيل الحكومة الجديدة وفي انتظار تأكيد هذا الخبر إخواني أخواتي أكدت بعض المصادر أن تعيين أحد المسؤولين دي الأقالب الجنوبية المغربية غادي يدفع القضية الوطنية لخطوات نحو الأمام سواء عند المباحثة الدولية أو خلال افتتاح وتشين قنصولية العامة بالأقالب الجنوبية الصحرية المغربية هنا إخواني أخواتي كما أقول لكم هذا الخبر ما زال ما متأكدش منه حتى شي واحد ما زال ما كانتش أخبار مؤكدة مجرد وسائل إعلام مغربية وكذلك وسائل إعلام خارجية ولكن المعلومات اللي عندنا وعرفينها قاعد المغربية واللي كتعلق بالإقالة ديال ووزارة ديال بعض الوزارات كتكون تحت جلالة الملكة أو تحت محمة السادس نصره الله لأنها كتسمى وزارة سيادية أول حاجة يا الإخوان واللي إحنا ما كنظنوش أن هذا الخبر يكون صحيح مئة في المئة هو أن السيد نصر بوريطة في وجهة نظر المتوضعة ما يمكنش الإعفاء دياله كوزير لهو أساسية وسيادية معنى هذا أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ليس له الصلاحية أن يبث في الوزارات السيادية واللي كيترأسهم صاحب الجلالة محمة السادس نصره الله وأيده هنا إخواني أخواتي اللي عنده الحق أن يقيل فيهم أو يعدل فيهم هو صاحب الجلالة محمة السادس حفظه الله وليس غيره وهنا إخواني أخواتي أي وزير كيقوموا بالإقالة دياله إلا وكيكونوا نرتكب بجموعة ديالأخطاء هنا الإخوان غادي نشوفوا شنه هي الأخطاء اللي ارتكبها السيد نصر بوريطة إلا جينا نقلبوا على الأخطاء اللي ارتكب كنلقوا ما كن حتى خطأ ولكن بالعكس كن إنجازات كن انتصارات حقق لنا بزيف ديالأهداف من اللي كنشوفوا الإخوان كنلقاوا أن حقق لنا مشموعة ديالأهداف خيالية والانتصارات خيالية للبيلد تحتها بطبيعة الحال قيادة ديالجلالة الملك محمة السادس حفظه الله واللي قلت لكم باللي سيد نصر بوريطة كيخدم بالتعليمات ديالجلالة الملك وكينفدها بسارة ما هنا من اللي نجي ونحسبوه في الانتصارات دياله كنلقوا باللي سيد نصر بوريطة هو اللي جاب لنا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء بطبيعة الحال يعني سيد نصر بوريطة كانت تكلم في القناة ديالجزيرة وقل لهم باللي هاد الاعتراف جابوا انطلاقها من تعليمات ديالجلالة الملك محمة السادس نصره الله كذلك هدي نشوفو ألمانيا ألمانيا الإخوان اللي قطع مع هالعلاقات يعني كانت بغيت تبتز المغرب نظر سيد نصر بوريطة قطع مع هالعلاقات ومن بعد القطع العلاقات غدي تجي وغدي تعترف بمغربية الصحراء أو غدي تدعم الحكم الداتي تحت السيادة المغربية كذلك غدي نشوفو إسبانيا إسبانيا كذلك الإخوان فهم لها باللي المغرب ما بقى شك يلعب باللي المغرب ديال الأمس ليس هو مغرب اليوم باللي الدبلوماسية المغربية أرجعت قوية وقوية بواحد شكل كبير قطع مع هالعلاقات عيات مدجي وفتليع طرفات بمغربية الصحراء وفيما يتعلق العلاقات المغربية الإسرائيلية استطع السيد ناصر بوريطا أنه يدير واحد مداخلة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يعني يربط ما بين أمريكا وإسرائيل والمغرب والإضافة يا الإخوان إلى الانتصارات الأخرى الانتصارات اللحمقات الجيران القنصليات بالجملة اعترافات صفارات وهذا الشيء كامل حققه السيد ناصر بوريطا هاد الإنجازات كاملين حققهم وزير خارجية السيد ناصر بوريطا وهذا الشيء اللي كيخليننا أننا نشكوف هاد الخبار لأنه ما زال حد الآن ما كانش تفاصيل مؤكدة أن السيد ناصر بوريطا غد يقوموا بالإيقالة ديالو وخلاصة القول أن المغربة متعلقين بالزبس السيد ناصر بوريطا نظراً للخدمة ديالو الرزنة ديالو الحكمة ديالو كيفاش كيتاخد القرارات كيفاش كيتعامل مع الدول الخارجية والديبلوماسية ديالو رزينا والديبلوماسية الحاكيمة خلت المغربة ينبهروا بالشخصية ديال سيد ناصر بوريطا خلت المغربة يبغيوا السيد ناصر بوريطا لهذا يعني هاد التعديل غضب المغربة بواحد شكل كبير حتى الهنا يا الإخوان كنكون وصلنا النهاية دياله فيديو النهاية ديال الخبر ديالنا كنتمنى أنكم تدعمونا باللايك بالبرتاج وكذلك الاشتراك وإلى لاحظوا بالليل خانات أصلا كتعرف واحد سقطة غير مسبوقة لهذا يا الإخوان كنتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايك ثم البرتاج والاشتراك دمتم في رحاية الله شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة